للحديث عن انتشار السلاح ومستوى الخطري في العراق معنا العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام مرحبا بك سيادة العقيد الركن مرحبا بكم مساء الخير لك والمشاهدين قناة الرافدين أهلا بك ما أسباب انتشار السلاح بين العراقيين بهذا الشكل الكبير؟ نعم لا شك بأن ظاهرة انتشار السلاح تعود إلى ضعف الدولة كلما ضعفت الدولة كلما استقوت الميليشيات وكثرت تجارة السلاح عندما تكون هناك تدخلات خارجية وهذه التدخلات تمس بأمن الدولة والدولة غير قادرة على السيطرة على مثل هذه التدخلات تكون هناك فوضى وانتشار للسلاح بشكل كبير جدا عندما تكون الأجهزة الأمنية ضعيفة أيضا هو أحد الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة السلاح لأنه ضعف الأجهزة الأمنية يؤدي إلى غياب القانون وبالتالي ضياع حيبة الدولة ما يجري في العراق منذ عام 2003 إلى اليوم بأن الدولة غير قادرة على أن تسيطر على الوضع الأمني لعدم وجود استقرار سياسي في هذا البلد منذ عام 2003 إلى اليوم هناك نزاعات كبيرة جدا ما بين الأطراف السياسية التي تعمل ضمن العملية السياسية هناك تدخلات خارجية كبيرة جدا في الملف العراقي مما أدى إلى ضعف الدولة بشكل كبير جدا وأصبحت الدولة عبارة عن تبعية سياسية لقرارات خارجية وبالتالي كثرت الميليشيات وهذه الميليشيات تغولت في مؤسسات الدولة وسيطرت على القرار الأمني وعلى القرار السياسي في البلد وبالتالي انتشر السلاح وأصبحت العشائر تتحكم في كثير من منفاصل الدولة خصوصا في المناطق الجنوبية أصبحت الأجهزة الأمنية تقوم بفض النزاعات ما بين العشائر ولا تقوم بإجراءات نزع السلاح وما إلى ذلك وفرض هيبة الدولة وفرض القانون على هذه العشائر إذن نحن نتكلم حقيقة عن انفلات أمن كبير جدا الدولة هي السبب الرئيسي في انفلات السلاح لعدم قدرتها على ضبط الأجهزة الأمنية التي شكلت بالأساس بأساس خاطئ من قبل الاحتلال ومن قبل الميليشيات كانت تنتمي إلى جهات كانت خارج البلد عدم قدرة الدولة على ضبط الأجهزة الأمنية بهذه الحالة هل باتت السيطرة على السلاح في ظل هذه الظروف أمرا مستحينا في العراق؟ نعم لا شك عندما تضعف الدولة تصبح غير قادرة على ضبط السلاح يعني الآن عندما نرى بأن هناك ميليشيات تستعرض بأحزي مناسفه لو كان هذا الاستعراض من قبل طوائف أخرى لا نقول الطائف الشيعية من طوائف أخرى لرأينا كيف قامت الحكومة بعمل اعتقالات وما إلى ذلك من أمور وإصدار أوامر القاقبض ولكن عندما تقوم هذه الميليشيات التي خرجت عن سيطرة الدولة والدولة غير قادرة على فرض إرادتها على هذه الميليشيات إذن نحن نتكلم عن غياء غياب كامل لدور الدولة في السيطرة على السلاح المنفلت وفي السيطرة على هذه الميليشيات يعني الآن عندما تصدر التصريحات لا تصدر من وزارة الدفاع والداخلية ومن رئاسة الوزراء وإنما تصدر من قبل قادة ميليشيات ليقرروا ما هي سياسة البلد الخارجية وهذا ما حصل في أزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي لأحدى القواعد الأمريكية نرى الردود بأنها تصدر من قبل ميليشيات ومن قبل قادة لا ينتبون إلى أطراف سياسية وإنما ينتبون إلى ميليشيات والدولة تصمت عن الرد سواء عليهم أو سواء على مثل هذه المخالفات التي تمس بسيادة الأمن وسيادة سيادة الدولة في ظل غياب كامل لدور الدولة كما تحدثتم وآلية صنع واتخاذ القرار بيد الميليشيات لا بد لها ربما من آثار سلبية مجتمعية مترتبة على ذلك نعم أكيد عندما تسيطر الميليشيات وتصبح هي الأمر الناهي عند إذن نحن نتكلم عن دولة ميليشيات ونتكلم عن دولة داخل الدولة لأنه عندما تغيب مؤسسات الدولة ينتشر السلاح وتنتشر سطوة هذه الميليشيات بشكل كبير جدا وتصبح هي التي تتحكم في أشياء العراق يعني الآن عندما ترفض الميليشيات إعادة النازحين إلى مناطق كثيرة تم استعادتها من تنظيم الدولة منذ عام 2014 أو عام 2015 ولحد هذا اليوم هي ترفض عودة الناس إلى منازلهم إذن من يتحكم بالملف تتحكم به هذه الميليشيات التي خرجت عن سطوة الدولة ولا تستطيع الدولة أن تضبط إيقاع هذه الميليشيات حتى سمتها بعض الكتل السياسية بأنها ميليشيات وقحة ومنفلتة وما إلى ذلك من تسميات أخرى إذن نحن نتكلم عن دولة داخل الدولة ونتكلم عن دولة ميليشيات ونالا نتكلم عن دولة مؤسسات مع ذلك خلال عام 2018 وزعم الحكومة أنها قضت على تنظيم الدولة في العراق لم يشعر إلى الآن العراقيون بالأمان إلى متازو ذلك نعم أكيد إعلان الدولة في تلك الفترة بأنها استطاعت القضاء على تنظيم الدولة هو خطأ استراتيجي كبير جدا للمخطط العراقي في مواجهة تنظيم الدولة لأن ما حصل في تلك الفترة هو عملية خروج تنظيم الدولة من المدن والقرى التي سيطر عليها التنظيم أما التنظيم فقد ذهب إلى مناطق أخرى سواء كانت في الصحراء أو في الجبال أو إلى مناطق أخرى تأويه خلال هذه الفترة ثم بدأ يتخذها مخبأ أو يتخذها مقرا للانطلاق لعمليات أخرى تنفذ داخل البلد وهذا ما نرى بإنفلات الأوضاع الأمنية في بعض المناطق والقيام ببعض الاختيالات وما إلى ذلك من أمور إذن الدولة استعجلت في مسألة إعلان النصر على تنظيم الدولة وكان يجب عليها أن تتعنى في هذه المسألة وأن تحدد بالضبط أنه ما حصل هو عملية إخراج التنظيم واستعادة هذه المدن لعودتها تحت سيطرة الحكومة كيف تفسر تصدر العراق مراتب متراجعة جدا في كل المجالات لا سيما في تصنيفات التي تصدر من المؤسسات الدولية أبرزها يعني تصنيف العراق بأنه البلد الأخطر على مستوى العالم نعم أكيد عندما تغييب مؤسسات الدولة عندما لا يكون هناك استقرار سياسي في هذا البلد عندما يكون هناك لا يوجد استقرار أمني من الطبيعي أن يكون مستوى البلد بمستويات متدنية جدا لأنه هناك الأساس في كثير من هذه الأمور هو الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وعندما يفقد البلد الاستقرار الأمني ويفقد الاستقرار السياسي أنا أعتقد لا يمكن لك أن تقوم بأي عملية يمكن أن تقدم البلد إلى الأمام يضط إلى هذا بأنه أنا لا أزال أذكر التدخلات الخارجية في المنف العراقي أثرت بشكل كبير جدا على إيقاع الحكومة أو على إيقاع الدولة التي شكلت بتفاهمات أمريكية إيرانية وبالتالي هي تنفذ أجندة خارجية من حيث تعلم أو لا تعلم إذن نحن نتكلم حقيقة عن عدم استقرار سياسي بسبب هذه التدخلات وعدم استقرار أمني لإنفلات الميليشيات التي يدعمت خارجين من قبل الجهات لتنفذ مشروع هذه الدول الإقليمي سواء كان في العراق أو في سوريا أو في مناطق أخرى نعم شكرا جزيلا لك العقيد الركن حاتم الفلاحي البحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام شكرا لكم